طيب أحمد عايزي أسألك بدايةً كده عن دور السهوة الأفريقية رأيك في فكرة البطولة التسريبات اللي تلعى على نظام البطولة البطولة دي هتبقى مفيدة للأهل والزمالك تحديدة نحن نتكلم على أكبر نديهم في مصطبعاً ممكن يبقى فيرامد نشوفه والإسماعيل وبعد كده ونشوف أندية مصرية أخرى ولكن هل هي مفيدة للأندية المصرية؟ نحن نتكلم بناء عن المعطيات اللي موجودة عندنا التسريبات اللي تلعى والتسريبات أعتقد صحيحة بالنسبة كبيرة هتبقى بالضبط كده أنا في وجهة نظري أن هي فيها مزايا كتير وممكن نشوف عيوب في البطولة المزايا العائد المادي فكرة أن أنت بتلعب جغرافياً قريب منك دي ميزة بس هي عيب من ناحية التانية قبطولة بشكل عام أن أنت شمال أفريقياً خلينا نبقى متفقين يعني شمال أفريقيا كانت مقتسحة بطولة أفريقيا آخر 20 سنة تعال بس أرجع مع الناس واشرح لهم نظام البطولة بسرعة احنا نتكلم في تلات مجموعات البطولة من 24 فريق تلات مجموعات كل مجموعة 8 فرق في مجموعة لشمال أفريقيا في مجموعة لغرب أفريقيا في مجموعة لجنوب وشرق وغرب أفريقيا تلات مجموعات احنا نتكلم في مجموعة لشمال أفريقيا اللي أنت بتتكلم تقريباً يعني أهل زمالك نجمس حالي تراجي وداد رجاء شباب بلوزداد اتحاد العاصمة ده على سبيل المثال يعني الفرق اللي جنبك فرق شمال افراقيا فانت هتتحطف مجموعة مع الفرق ديت من شمال افراقيا